الاستدلال على ذلك بالحديث لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة قالوا لي أن الاستعاذ بالمخلوق شرك نعم القرآن منزل غير مخلوق كما هو مذهب أهل الصنة والجماعة رد على الجهمية رد على الجهمية ومن قال بقولهم إن القرآن مخلوق لأن الله لا يتكلم عندهم قبحهم الله فيصفون الله سبحانه بالعجز والبكم تعالى الله عن ذلك فهم يقولون كلام الله مخلوق غير منزل مخلوق في جبريل أو مخلوق في محمد صلى الله عليه وسلم تعالى الله عن ذلك والآية الاستعاذة بكلمات الله تدل على أن كلمات الله القرآن غير مخلوقة لأنها لو كانت مخلوقة لم يجوز الاستعاذة بها لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك كما ذكرنا نعم نعم اشتركوا في القناة